بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أحباقي نحن بزمن لتورشي جديد اليوم عيد ولادة الكنيسة الروح القدس حل على الرسل أول شغلة بيعملوها بيطلعوا البره وبيمجدوا الله بلشوا يستعملوا النعمية اللي اللي عطوهن إياها بيتمجيد الله وسيد المسيح يوم السعود قالوا سوف تعطونا قوة وتكونون لي شهود موجودة بأعمال الرسل بالفصل الأول فإذاً هذه القوة اللي اللي عطونا إياها لازم نطلع نستعمله أول شغلة نعملها مثل ما عملوا الرسل أنه دايما ننمجد الله بيحي الله عطيه الله بيعطينا إياها سوف أجرب معيد اللي كنت عم قوله ذاته بالإنجليزة بس في شغلة في كتير بتعنيلي اليوم رجعنا زمن اللي تورجي جديد خلصنا زمن القيامة تعرفوا بزمن القيامة كان فينا ناكل اللحم يوم الأربع ناكل اللحم يوم الجمعة لأنه زمن فرح ما فينا نكون زعلانين وكننا عم نصلي عطول أسرار المجد لأنه فيها قيامة من بين الأموات خلص هذا الزمن بلشنا بزمن جديد زمن حلول الروح القدس زمن التقديس ياللي منكن كان يقطع خلال الأسبوع عن أكل اللحم يوم الأربع ويوم الجمعية تشجعوا تشجعوا وتلعوا قدسين ومرات كثير من فكر أنه لك يا أبونا إذا لوحدك اللحم يوم الجمعية سينزل على جهنم لا تفكروا بطريقة دفاعية بالعكس هذا ليس المقصود المقصود أنك أنت تشتغل على قداستك وتتعب عليها تتستحق هناك كثير مجال أن الزلمة اللي يعمل فحص حط الورقة قدامه ينقل عن رفيق ويجيب العالمي ذاتي ليس هذه هي الفكرة لكن ليس أنك ذكي ليس ستطلع ذكي عن رفيقك أنت اللي بدك تشتغل على قداستك رفيقك يقلت عنه كان يظهر كل الليالتين يطلع شاطير أنت عم تسرق الشطارة من غيرك أحبائي ما حدا مننا رح ينزل على جهنم والله يقول له ليوم الأربعة كلت لحم أو يوم الجمعية أو ليس صمت يوم السبت أو ليس صمت يوم السبت لا لكن بأن تعملون لهذه الشغلات تكونوا عم تقولوا للرب أنا بدي أتعب على قداستي تاستاهلة أنا بدي أتعب أنا بدي أتعب أنا بدي أصل إلى محل حس حيلي ما عاد فينا ليس مشكلة الروح القدس يعطي القوة مرة قلتوا برجع بعيد لم تغنجوا حيالكم روحيا أرجو لم تلعبوا أن كل شيء عادة واللي بدو يطلع قديس ما في مجال أن يروح على قديس يوم الأحد ولا يمكن ما في مجال يقطع سنة وما يكون إجاء على كرسي الإعتراف واعترف فيها يا اللي بدو يطلع قديس ما في مجال غير ما يركع عدام القربين ويقول له أؤمن بحضورك يا رب اللي بدو يطلع قديس ما في مجال إذا ما أجل عند مريم العذرة وقال له السلام عليك يا مريم صلي لأجلي أنا الخاطئ طريقة القديس كثير هيني إذا من حط إيدنا مع الرب بس قلوا له للرب املأني من روحك الحي القدوس بهالزمن المبارك ختامة أحبائي تعرفوا الروح القدس حيث ما يحل في عجيبة جرب أطلين على السريع فتاة عزراء مستحيل ولا يمكن مستحيل تحبل مرأة بنت عزراء مستحيل من دور الجيل مستحيل حل الروح القدس فصار المستحيل أمر عادة مستحيل صار شي طبيعي عادة مع أنه حالي استثنائي ولا تصير الروح القدس لايكو أشعني بعد قليل الخبزة بقوة الروح القدس سوف تتحول شي مستحيل يصير مع الروح القدس لا تقولوا في شي مستحيل فإذاً تفهموا مني أنه الروح القدس يحول وبيعمل عجيبة وأنت اللي بتحسوا حيالكم بحيلا زرف مبسوطين زعلينين يقسينين تعبينين الروح القدس بغيركم الروح القدس تشكروه كما شكروا الرسل الروح القدس أول ما بلسوا يحكوا كلمات مجدوا الله مجدوا الله ولكن تكونوا مبسوطين ولكن تكونوا زعلينين ترجاكم أحبة إليها تجعلوا اليأس يأخذكم لمحلات ما تكونوا تذهبوا عليها تطلبوا من الروح القدس بلاحظات الصعبة تقولوا له للرب يملأكم تعرفوا أنتوا هدا الفعل حكينا عنه من زمان الروح القدس حيث ما يحل يملأ ما بيجوا بكمية صغيرة يملأ تطلبوا منه أن يملأكم أشكر الله أشكر الله أشكر الله